كان فيه عندي تحدي الطاقة تحدي الطاقة يعني ايه يعني عندي كان عندي مشكلة كهرباء وعندي مشكلة غاز وعندي مشكلة بوتاجاز طيب ده معنى ايه معناه لما اجا اقولك ان انا صرفت على قطاع الكهرباء في مصر ما يقلب من واحد و تمانية من عشرة تريليون جنيه هو تقولي هو كشفي مشكلة الكهرباء لما حد من رأتي يعني المتابعين دي الشأن في العام في مصر ولك ايه انتو صرفت فلوس كتير او في البنية الاساسية والمشروعات القومية طيب هو انا كان عندي فرصة والكلام دي انا قلت الوزير الكهرباء في الفين انا توليت المسئولية في الفين وربعة عشر قلت له انت متصور انا كنت السنة جاية الكهرباء دي ما تتحلش اللي بقى لها سبع سنين لو ما تحلتش البلد دي هتخربه ديها البلد مصر هتخربه ديها فقال لي ازاي اتقول اسمع الكلام لازم مشكلة الكهرباء تتحل خلال سنة والانقطاع اللي بقى له سبع سنين ده ينتهي السنة الجاية واشتغلنا على كده اعصد اقول اذا كان القطاع ده الواحده خال واحده سبعة من عشر تريليون جنيه الف وسبمائة مليار جنيه امتى ايام الجنيه ما كان بتمانية جنيه اسف الدولار بكان بتمانية جنيه طب حتى لو كنا السمارينة بعد كده لغاية لما بقى اصل لخمستاشر يعني اكتر من مئة وخمسين مليار دولار لقطاع الكهرباء هو كان فيه مشكلة في كهرباء في مصر بالدرجة دي كتير مننا عشان كده بقول ايه الكلام مش للدول مش للقادة مش للمعنيين مش للوزرة الكلام ده للناس الدول حاجة تانية الدول الشعوب حاجة تانية لابد من التواصل المستمر معها واضاحة الصورة بشكل مستمر انا بكلم على دولة زي مصر فيها مئة وخمسة مليون اذا كانت الطاقة كتحدي حد يقول لي كنت ايه ليه حطوته اولوية هنا التجربة المصرية لها خصوصيتها يعني ايه التجربة المصرية لها خصوصيتها هو الشعب المصري كان يستطيع ان يتحمل ان الكلام ده يستمر سنة كمان لا ده كان تقدرنا ده كان تقدرنا كمسؤولين عن الناس حطت المسؤولية في رقابتنا ان هم مش هيستحملوا تاني والحالة اللي حصلت في 2011 حالة كانت صعبة جدا ما كانش مطلوب انها هتتكرر تاني ان الحالة دي كلفت مصر ربعمية وخمسين مليار دولار حالة الفوضى اللي حصلت في 2011 كلفت مصر ربعمية وخمسين مليار دولار في دولة زوفة الاقتصادية مش قوية اذا انت كمسؤول حريص على انك انت بقدر الامكان تحل مسائل ما تقديش من البلد دي انها تتهزي مرة تاني على نفس النسخ ده قطاع زي قطاع النقل في مصر القطاع ده تكلف اتنين تريليون جنيه اتنين تريليون جنيه في المدة دي كلها ده معنى ايه معنى انه كان فيه قطاع والقطاع ده مؤهل انه يشتغل عشان يخدم مية وخمسة مليون ويخدموا استثمارين يجوا يشتغلوا يقدروا يعملوا استثمارات في مصر الكلام ده ينطبق على تحديات اخرى كثيرة انا عشان مثل ما اخدش منكم الوقت كتير لكن اللي انا بقول عليه ده ده دي قطاعات كان لابد ان احنا نشتغل عليها ونتحرك فيها في سياق او في نسق واحد ما كانش فيه اولويات ما اقدرش كان لابد ان انا اتعامل وبرضو بقول تاني كل دولة المفروض ان مسئوليها قدرى بثقافة وممارسات شعبها وبالتالي بيضع الحلول التي تتناسب مع الطبيعة مع الشخصية اللي ينفع عندي يمكن ما ينفعش عند حد تاني واللي عند حد تاني يمكن ما ينفعش عندي لان كل بلد لها خصوصية ودي طبيعة دخلت ربنا سبحانه وتعالى